موسيقى قدم الأضافر أو اللي بيأكلوا أضافرهم كثير في أشخاص بيأكلوا أضافرهم والنسبة يعني الدقيقة 30% من الأشخاص يعني نسبة كثير نسبة عالية وهي 30% بين طلاب الجامعات فهي منتشرة حقيقة عادة واضحة جدا عند المجتمعنا من 30% إلى 60% وأغلب اللي بيقضوا أضافرهم من الإناث في عمر ما بعد 15 سنة هلأ أنا هاي اللي استغربت منها توقعت الشباب هم اللي بيأكلوا أضافرهم أكتر هو الدراسة اللي تبين أن الإناث بيقضموا أضافرهم أكتر وخاصة في حالات تجنبية إحنا مسميها اللي هي في حالات السر أنه هذه بغرفتها قاعدة تدرس قاعدة لحالها فبتقضم أضافرها الاستباني وضحت بأنه أغلب هدول يعني من كل أربعة ثلاث بنات وقابل شب بيقضموا الأضافر حتى في الأعمار الصغيرة عند الإناث أكثر ظهورا منها عند الذكور نسبتها عالية جدا 30 أخصة 200 نسبة لبأس بها يعاني منها البنات كمان أكثر من الذكور لأنه البنت بهمها أكيد شكلها ومنهم الأضافر بيحول جميعكم فبديوا يعمل بزنس بأضافر الصغيرة فهي عادة أو من اللازمات اللي احنا بنسميها بعض العادات اللازمة اللي بلتزم فيها أطفالنا أو الإنسان في عمر وبكر في عمر الطفولة وبتظلها معالة عمر كبير من أشكال الثانية اللي حكيتها برضو سترندة قبل الفاصل بأنه مصر أصبع وجوز نحكي عنه المرة الجاي إن شاء الله برضو هذا منتشر لكن اليوم نبدأ بقضم الأضافر أوكي هلأ لو بدنا نحدد المرحلة العمرية اللي بتبدأ فيها هاي العادة في سن معينة؟ من عمر غالبا ظهورها بعمر سنة سنة؟ ممكن يظهر هاي اللازمات منها قضم الأضافر في عمر مبكر جدا بتتوسع بعمر 6 و 7 سنوات وقمتها بهذا العمر 7 إلى 9 سنوات بتكون قمة ظهور عادة قضم الأضافر لأنه من الأسباب الرئيسية وأكثر سبب ممكن نسميه أكبر سبب واضح هو شعور الطفل أو الطفلة بالتوتر توتر وبهذا العمر الحالة الانفعالية اللي هي النموه الوجداني وشعوره بأثر علاقة الأب والأم إذا كانت سلبية على حياته نطجه الوجداني والانفعالي بيكون عالي جدا بعد العمر 5 سنوات وبالتالي بتأثر وبالتالي بتوتر وبإقلق وبخاف فكل هذا بعوضه ربما بعدات مثل قضم الأضافر أو غيرها من لازمات تانية نبدأ نحكي عن الأسباب الأسباب زي ما قولت السبب الرئيسي هو التوتر هو شعور الطفل بالتوتر التوتر له عدد أسباب ممكن يعيش طفل بالذات شكل علاقة الأب بالأم إذا كانت علاقة سلبية إذا كان الأب غائب طول اليوم هذا يشعر بالتوتر إذا كانت الأم غائبة موجودة لكنها غير موجودة مشغولة بالطبيق مشغولة بالتليفونات بشعر بالتجارات بالفنجين القهوة هذا يشعر بالتوتر كذلك عدم الشعور بالرضا عن الذات مقابل الأقران أنه أنا مهمش مع أصحابي بحاول ألعب معهم بس هم يرفضيني بحاول أدخل بالمجموعة هاي بيبعدوا عني بالبيت عم بحاول أحكي مع أختي الكبيرة أو الصغيرة عم تبعد عني فكل هذا يعوده التوتر العالي يعوده بقدم الأضافر أنها تشعره بنوع من أنواع الراحة بنوع من أنواع القدرة على الإنجاز هناك شيء تاني إذا كانت الأم أو هو غير راضي عن والده ووالدته وعلاقتهم فيه فبيحاول الطفل بعمر ستة وسبعة وخمس سنوات حتى أنه يعمل شيء نوع من أنواع التحدي بيشوفهم أكتر شيء مثلا رافضينه أو بدهمية حتى يشعر بأنه أنا إلي كيان أنا إلي وجود فأمي شافتني عن بعض أضافري أو بعض أضافري رفضت فأنا بدي أسر لأنه أنا بدي أشعر بكياني بدي أتحدى حتى لو سمح الله نضرب أو كذا فهذا بيدفعه أكتر وأكتر إذن التوتر شكل العلاقة بينه وبين بيئته وبينه وبين مجتمعه وهذا سبب رئيس إلى قدم الأضافر هذا سبب واضح جدا يعني هو بحس زي ما حكيت أنت كلمة جوهرية بحسب الإنجاز يعني هو إنجاز مش مهم مبدئيا ولكن بتطلع مثلا أنه أسر أضافره بزبط يكون مش راضي يا عن إنجازاته عن هو كشخ بزبط مش راضي يعني ممكن سببين أنه كمان مش راضي عن العلاقات الحوالي وبالتالي بعوضها بهذه يعني هو عبارة عن إنجاز بالنسبة له قدم الأضافر بزبط إنجاز ومتعة تمام وقضاء وقت وجكر وجكر يعني فيه كتير عوامل وجدانية أو انفعالية فيه سبب تاني اللي هو في العمر المبكر جدا بعمر سنة وعمر سنتين اللي هو حالات أصل أضافر من الأم للطفل الصغير مرات بين قوسين بقصوها شلفقة فبتلاقي فيه أطراف بارزة مش هذا فهذا بقلمه ففطريا بصير عضعط بالأضافر عشان يقيم هاي النتوءات فبرضه ممكن تلقط معاه وتصير لازمة عشان هيك من أفضل سبل الوقاية إنه لما نقص الأضافر بالفعل لأطفالنا الصغار أن ننتبه بأنه ما يكون فيه نتوءات حتى برضه ما يصير فيه تشذيب أو تهذيب للأضافر بالفم وبالتالي ممكن يصير لازمة أو عادي لازمة عند الأطفال وممكن كبان من أصل الأضافر يتعلم أنهم صغار يعني إتمام العمل بشكل جيد صحيح طبعا إنه ما يشلفوا ويمكن جميل معلمات جميلة إنه صح وإحنا دائما نقول إنه ليش أولادنا مثلا ما عندهم مسؤولية ليش أولادنا ما عندهم قدرة الإنجاز لأنهم يعاشوا بيئة زي هيك الأم لما تطبخه ممكن تشلفه لما تصدفه ممكن تشلفه لما تحمي ممكن تشلفه فهو تعود على سياسة الشلفة أو ثقافة الإسراع وعدم إتقان عمل هذا شيء مهم جدا السبب الثالث اللي برضو ظاهر جدا اللي هو تقليد الآخرين بالذات تقليد الأخ لأخو الأكبر لنا وأخته الأكبر منها بيجد بأنه قاعد مثلا على تلفزيون وغالبا لازمات هاي دانا بتكون متلازمة مع ممارسة ما يعني مثلا رابطها هو بالنوم رابطها بمشاهد تلفزيون رابطها لما يقعد يدرس رابطها لما يقعد على الحاسوب على الكمبيوتر مثلا بتكون مربوطة غالبا بشيء ما وهذا لازم نتشفه في العلاج فبشوف أنه أخوه والله أعلى تلفزيون ومركز تمامه بعضها بأضافره فبشعر بنوع من المتعة فبيقلد أخوه فالتقليد هو كذلك سبب من أسباب الموجودة وبكثرة بموضوع اللازمات ومنها قضم الأضافر إله علاقة بالتوتر الدراسي نعم خاصة عند الإناث نعرف أن الحال الانفعالية وجدانية وهذا جمال أصلا في الأنثى عالية أعلى منها عند الذكر وبالتالي لما تعرض لمواقف فيها نوع من الخوف فيها نوع من التوتر فيها نوع من المسئولية العالية الجديدة بتشعر بأنه أنا إذا أهدي حالي لازم أعمل لازمات مثل هذه اللازمات وبالفعل هي إلها أثرها بأنها بتفرز بعض أنواع الهرمونات اللي بتشعر الإنسان بالهدوء بتشعر بالاسترخاء وإذا ما أعملها بشعر بالتوتر وهون الخطورة أنها بتصير نوع من أنواع الحال المرضية أنه ما بيقدر يهدى إلا لما يعمل هذه اللازمة زي قضم الأضافر خاصة برضو عند الإناث وخاصة بمراحل زي الثانوية وامتحانات الجامعة بتظهر مثل هذه العادات واللازمات كما ممكن من الأسباب أنه مش راضي عن شكل الأصابع أو محرج من شكل أيديه ممكن يكون فيه تصدب الأضافر يؤدي أكثر لأنه يكون فيه إحراج لتشويه يعني بتذكر شفت حالات عند شباب وعن صبايا الأطفر يعني اللحمل تحت الأطفر مبين فتلاقي الأنثى بالذات أو الذكر كمان مخبي دائما حاط إيدي بجيابه بحاول أنه يسكر إيدي أمام الآخرين لأنه مشعر بالحرج ونفس الوقت هو مش قادر تخلص من هذه العادة مع أنه تخلص منها على فكرة سهلة سواء كان للصغر أو كان للكبار يعني هلأ إحنا وسنطلع على الشخص أضافره إذا كتير داخلين لجوه هل هو علامة لأنه شخص متوتر أو شخص يعاني من مشاكل معينة هذا ربما علامة لكن ربما أن التوتر زال بفترة من حياته لكن ظلت هاي اللازم الشابكة معه موجودة يعني ممكن طفل هاي تظهر على فكرة بالأطفال كمان من حالة التوتر أنه رحلوا من جهة لجهة من بلد لبلد بهم ما يزعلوا مني ولاد السفر دائما التلقل السفيد من بلد لبلد بيؤدي للتوتر فبيظهر عند أبناء وأطفال وبناتهم مثل هيك عادات فبتكون زالت ممكن لكن اللازم يضلت معها أو معها لفترة طويلة من الزمن بدرج أحكم أنه متوتر دائما بالعكس ممكن أنه فترة زمنية وانتهت هلأ هي عادة سلبية ما لها أي إيجابيات يعني لما نعملها إحنا مش رح نستفيد مش رح نحل مشكلة معينة بتواجه هلأ غالبا يعني 90% منها سلبية لكن المشكلة أنه بيؤدي لهدوء لإنسان المتوتر بيؤدي لشعوره بالمتعة هلأ بالنسبة له هاي إيجابية أنا هديت إذا ما عضيت أضافري مثلا عم بدرس ما بقدر إذا سمعت أنه أبوي وأمي عم بتها وشو بتطارقوا إذا ما عضيت أضافري أنا ما بقدر أنام فبنسبة له إيجابية لكن على يعني بعد من الزمن هي سلبية سلبية ويجب تخلص يجب تخلص منها وإنهاءها تماما طبعا دخليني نحك عن العلاج العلاج هلأ إحنا مشكلتنا غالبا في المجتمع بتشوفوا أبنائهم عم بعملوا مثل هيك لازمات بأنبوهم بوصفوهم بأوصاف ممكن إنها تكون بالنسبة للأب أو حكم الأب إنها منفرة بوصفوا بأوصاف سلبية منفرة عن ممارسة العادة ممكن أستهزئ فيه أخلي الحوالي العم والخال والأب والخوان يضحكوا عليه يشوف كيف تبعض أضاف رييزة مثل عمر 7-8 سنوات هاي كل هالأساليب التأنيبية لازم أن نسحبها نتوقف عنها تماما لأنه إحنا ما منعلمه ترك العادة منعلمه تطوير قدرة تطوير مهارة على ممارسة العادة بالسر أكثر فبدأي أمارسها أدام أبوي وإدام أمه بسير أمارسها مثلا في الحمام بسير أمارسها في غرفته وسكره حاله قبل النوم فهذا ما بتفيد إطلاقا فالعلاج الأول خطوة أولا أن أسحب كل المعززات السلبية منها طرق التأنيب الخطوة الثانية المهمة أني أعرف الأسباب خاصة إذا كان بعمر 7-8 سنوات إذا كان بعمر الجامعة وألاحظ أنه والله إبني بفترة الامتحانات أو بنتي عم بزيد فأريد أن أعرف السبب أنه التوتر الذي يعيشه بسبب علاقتي فيه بسبب علاقتي بزوجتي بسبب البيئة بسبب أصدقاء وأحاول أكتشف السبب وأحل المشكلة من جذورها تمام؟ هذا مهارة تانية الحل العاملي كمان أنه هلأ والله أكتشفت السبب والأخير هلد أسحب العادي هاي منه من فضل يكون فيه إشي اسمه سجل نكتب عدد المرات اللي بمارس فيها ابني مثل هاي العادية قدم الأظافر خاني للعدد خاني للوقت خاني للإشي اللي عم بمارسه هلأ مثلا لاحظت بعدين أنه كل ما يقعد على التلفزيون بالضبط كل ما يقعد على التلفزيون عم بتزيد كل ما يروح ينام عم بتزيد ممكن يطلع معي ثلاث أربع أشياء والله كل تلفزيون كل ما ينام كل ما يدرس مثلا فبيطلع معي عدد المرات وبيطلع معي الأوقات وبيطلع معي اللازمات إيش عم بتلازم إذا كان عمر ابني سبع ثمان سنوات ممكن أطلب منه هو يعمل هاي المهمة لأنه عمر سبع ثمان سنوات هو ما بيحب هاي العادة في نفسه وبيخجل منها وبيعرف أثرها على شكل إيديه هو ممكن أطلب منه هذا بشجعه أكثر هو يسجل إذا أصغر أنا بسجل لكن سواء كان أصغر أو هيك أكبر برضو هو لازم يسجل يعني من عمر سبع ثمان سنوات بيترسجل طالبات الجامعة يعني أنا ممكن الطالبة أو الطالب ما يحب يصارح أهله فهو عم بسمعنا هلا فأنت أكتب كم مرة وإيش الوقت وإيش الممارسة اللي أنت عم بتمارسها بتبين معاك خليها أسبوع زمن وبعد هيك نبدأ ننقص مثلا أنا أنوي كأم أو كشب كبير أني أنقص عدد الممارسات كانوا عشرة أنا أقصها هلا تسعة أنا أقصها هلا مثلا تمانية كل أسبوعين ثلاثة أنا أنزل فيها وأكافئ يعني هلا البداية رح يكون تدريجي تدريج يعني ما نتوقع من أبنان أو ما نتوقع من أنفسنا إنه فجأة وهذا خطأ فادح إحنا ما بدنا نغير أولادنا إحنا والإنسان مش كبسة الزر بتغير فجأة لازم التدريج بس إحنا عملنا العملية الأولى عشان أنا أعمل وصف للظاهرة أشوف شدتها وتكرارها وأربط اللازمات فيها هلا ببدأ أخففها ممكن بعض الأطفال يطلع مئات المرات تدانا بمارسوا هاي العادة مئات التكرارات في اليوم فبدي أنزل شوي شوي فيهم لو كان نسبة نزول بالأسبوع خمسة للعداد الكبيرة وواحد للتكرار الصغير مثلا كل أسبوع بمارس عشرين مرة فبدي أنزل مثلا في 19 مرة كل 3 أربعة أيام ببارسها 65 مرة بنزل خمس مرات كل برضو أسبوع وهكذا إلها ترتيب معين بعد هيك بدي أكافئ طفلي والله يستجاب بكافئه الشاب الكبير أو البنت الكبيرة استجابت لحالها بدون أهل يعرفون بكافئ حالها وهذا الشيء موجود بعد من نفسه إنه إنسان يكافئ نفسه ويكافئ حاله فهذه اللي هي السجل مع المكافئة والتعزيز سواء من الأب أو الأم أو من نفس الشخص هذا استراتيجية كتير مهمة بالحل فيه استراتيجية تانية بالحل أو آلية تانية بالحل سواء كامل أصغار أو كامل أكبر إذا كامل أصغار الأهل بنصحوا أولادهم وإذا كبار هم بيعملوا لحالهم بتصير لنا مشكلة باللازمات إنه بسي مارس اللازمة بتصير إلى حد ما حركة لا إرادية حركة لا شعورية صح لما على التلفزيون لازم تقصر خلاص لا إرادية بعد فترة بنتبه إنه إنه حاطة مجوز ما ينتبه أصلا فاللي بيصير إنه بدنا نعلم ابننا أو إحنا نتعلم ككبار إنه سيطر على حركاتنا اللاشعورية فبوقف قدام المراي جورة إعراقي جدا سواء كبير أو صغير وببدأ وبعد الحال مهلت ديئتين ثلاثة بقضم أضافري حط أضافري بتمي وبعد للخمسة وأنا بقضمهم بعدين بنزل إيدي وبعد للخمسة وأنا بنزل إيدي برد بعد للخمسة عشرة وبرد وهكذا عشان أعمل أعمل حركة سيطرة أكثر على حركاتي وتتحول من حركات لا شعورية لا إرادية إلى حركات مستيطرة عليها عند الأبناء في مشكلة أنه بعض الأشخاص بيحكو للطفل أو بيحاولوا يحطوا على أصابع الطفل قلين نحكي طعم غير محبب نعم على الأضافر ممكن هلأ شوفي من العادات الخطيرة جدا اللي هي وإحنا موجودة مجتمعنا الصبر المرة هاي يمنع إطلاقا استعمالها لأنها إلها ضرر على الطفل على تمه على معدته بتعمل مشاكل صحية فهي لا ينصح بها على الإطلاق لا أطباء نفسيين ولا أطباء بدنيين عاديين لأنه إلها ضرر لكن في بعض الأدوية المعتمدة في الصيدلية لذلك تذكر ناس اسم الدواء زي الملكير هيك علبة فرنسي ممكن استخدمه إذا كان معتمد بالصيدلية ممكن لأنه يكون طبي بيساعد طعمه شوية مزعج لكنه ممكن أنه يساعد على إنهاء مثل هذه العادات أو اللازمات عند أطفالنا منها قضب الأضافر ومنها مصر الأسبوع في عمل المرة الجاية الضرب وغيره لا طبعا مرفوض تماما مرفوض جملة وتفصيل الموضوع الضرب بشكل سريع ضل استراتيجيات العلاج دكتور هناك شيء نسميه عقد الاتفاق وهذه برضو مهمة جدا مع أبنائنا لعمر 7-8 سنوات حكينا هم رفضين مثلا لهذه السلوكيات فأتفق معهم أنه ماما هلأ أنت قاعد على تلفزيون بتمارس هذه العادة كثير لما تكون قاعدة على تلفزيون لما أشوفك بتمارس هذه العادة اتفاء بينه وبينك أني أجي أدق على الباب أو أدق على الحيط ثلاث مرات بدون ما أحكي له حتى فأجي بشوفه مثلا لأنهم بنتبه بأدق واحد اتنين ثلاثة هذا اتفاء بينه وبينه حالو أو كلمة سر أو كلمة سر أو حركة ما أو لفظ ما بحيث أنه بس أنبه أنبه ابني لأنه يترك مثل هذه العادة فورا ولا بأس من تكرارها لأنه أنا عم بساعده أنه ينتهي أو يبتعد عن مثل هذه العادات السلوكيات ونصحتنا الأخير أنه هذه العادة ممكن نتخلص منها إذا تبعنا الأسليب يعني مش معضل خلينا نحكي وإشي سعب نتحكم فيه بجد سهل السراتيجيات الحل بالفعل لطبقناها للإعادة جدا زيلة وفاعلة ممتاز دي أشكرك كتير دي تور يازان عبدو أخصائي التربوي المرة جاء رح نحكي عن مصر الأسبوع إن شاء الله ماشا شكرا كتير رح يعطيك ألف عافيم كاملين معكم في دنيا العديد من الضيوف والفقرات بتستعننا رح نشوف بعد البريك مهندسة الديكور زي إن اقتشاط رح تحكي لنا عن العوازل وأيضا مجموعة من المواضيع من شوفيها